مرحبا برج الجوزة اهلي فيكم خلي نشوف اول شي الطاقة المشتركة او الطاقة العامة شنو راح تكون طلعلي كرت جدا جميل كرت الحب احسي هني هذي مرحلة الطمأنينة ان انت ومشاعر شاركك على نفس الصفحة اللهم في امور مثل ما عودتكم بعضكم مختصر القراءة قبل ما ادخل في التفاصيل المشاعر راح تكون متوافقة يعني انتو اثنينكم تحسون بنفس الاحاصيس ترغبون في بعض بنفس المستوى اثنينكم تابون تضحون ما في شخص يبي يضحي وشخص يبي ينسحب راح يكون في التقاء من ناحية المشاعر من ناحية طاقة الماء من ناحية حتى لما نشوف هني الصورة راح تشوف في الفترة القادمة ان شركك يقوم بالكثير من المبادرات اللي بالعادة في السابق ما كان يقوم فيها يتصل فيك اكثر يسأل عنك اكثر يهتم اذا انت منزعج اذا انت مرتاح اراعي اكثر يشيلك كأن احنا نقول يدهينا لا تنكتين يحرص عليك اكثر من السابق بكثير وصل هذا الشخص يمكن بطيء يمكن انت تعامل مع برج ترابي عشان تذي اقول بطيء احس مشاعر بطيئة لحد ما من وصلته لمرحلة تعارف للاعجاب للحب تول حين وصل لمرحلة الحب احسك انت يمكن يا برج الجوزاء كنت متقدم عليه كنت متأكد من مشاعرك اسرع تعرف انك تحبه من زمان ولكن اوه اللي شوي يتأخر اوه اللي ما كان احس بهاي المشاعر شريكك صار في نفس المستوى اللي انت فيه الحين رح ابتدي اول شي واقول لك يا برج الجوزاء انه على الرغم من طاقة الحب المتوافقة والمتبادلة بينك وبين شريكك لكن في الفترة القادمة العراقين رح تكون في الامور المادية في الامور الحياتية الروتينية كل يوم بيومه احس هني انه شريكك هذا الشخص الطرف الثالث وهو احد من ماضي شريكك احد صديق سابق زميل سابق رب عمل سابق او حتى زوج زوجة سابقين حبيب سابق هاي النوع من الطاقة ولكن هذا طاقته انه يحس انه لحد الان له الاحقية انه يتملك هني شريكك لحد الان احس انه وان خرج من حياته انتهت علاقتهم ترى من زمان او ابتعدوا عن بعض من زمان لحد الان يوجد يوجد هو يوجد لنفس طريقة مبتكرة عشان ارد يدخل في محيط شريكك هني شريكك اللي احسه حوايد متحمس ومستعد وينتظر بفارغ الصبر عشان يلتقي فيك يكون معاك انت بشكل جدا حصري يمكن هذا الشخص الطرف الثالث يمكن قلت لك زوج او زوجة سابقين لشريكك يعتمد على الجنس احنا هني نتكلم قاعد يقول لي هني في طاقته وان كنت خسرت شريك برج الجوزاء وانت خسرته ولكن ما راح اسمح ليكون سعيد مع غيري هذي طاقته للفترة القادمة ففي الفترة القادمة راح يكون الكثير من الصدام احنا نقول يحط دوبه بدوبه او يسوي طاقة العين بالعين والاذن بالاذن بس عشان يخرب على شريكك حياته وطاقته وتركيزه ما يبي يشوفه سعيد معه احد ثاني اعرف حاس يمكن هني عندنا طبعا سحبت لكم غير التارو طاقة كروت الحيوانات اوكي عشان نشوف طاقة كل طرف انت عندك البيفر القندس عنصره مائي شريكك عند الاخطبوط ايضا عنصره مائي الطرف الثالث عند الفهد الصياد عنصره ناري الحمدلله صار في فراغ كبير الحين بينهم لان اثنيكم انتو عندكم نفس العنصر مائي مع مائي فيه توافق انتو لو صاير بينكم الالتقاء عندنا هني حب انتو لو صاير بينكم الاجتماع التفاهم حتى الامور حتى السهالات راح تشوف انه هي الامور بعد تتسهل بينكم كل ما تضربون باب كل ما تطرقون على باب ينفتح لكم اوكي فيه تجاوب من الحياة بشكل عام لعلاقتكم تسهيلات ولكن الفهد الصياد للأسف شفت اوان متجه متجه هاي الجهة متجه عشان يخرب سريع سريع جدا ممكن يكون الطرف الثالث برج ناري عندنا هني ايضا طاقة نارية حمل اسد قوس انا احس اهني قوس سريع جدا في انه يغلق المسافة اللي صارت بين شريكك وبينه يرجع يحاول انه يرجع او يعفس يخرب طاقة السابتاجين هني شوف النصيحة لك هي تقريبا مثل نصيحة برج الحمل ولكن شوية مختلفة شوف في الفترة القادمة راح يكون فيه صدام مباشر ما بين الطرف الثالث وشريكك احاول او يجبر انه ينفتح باب مثلا لو كانوا مختلفين على حضانة لو كانوا مختلفين على رؤوس اموال على نوع من الورث بتشوف انه يحاول ان يدخل فيه صدام مباشر يستفز شريكك استفزاز مباشر يتصل فيه يشتكى عليه في الشرطة يناديه في المحكمة وانت يمكن هذا الشيء ايضا راح يستفزك لانه انت احسي هنا انا اتكلم مع برد جوزاء تعرف على شخص وقع في حبه هذا الشخص يمكن لما تعرفت انت عليه اهو ما كان مستعد اهو ما كان موجود معك 100% صبرت لانه دائما القندس يرمز الى التفاني والصبر والمجهود انت صبرت وايد على هذا الشخص لحد ما ينضج ونشوف هنا بوادر صبرك وقع الحب او بتديت تحصل منه راح تبتدي تحصل منه الحب المتبادل الاهتمام المتبادل كنت هادئ كنت صابر كنت تبني اوكي ولكن في نفس الوقت ما تقدر تدخل في صدام مباشر مع هذا الشخص كل اللي تقدر تتويه هنا من الطاقة لانه عندنا ملكة الارض الملكة اللي تعتني الملكة اللي تعطى الحنان عندنا طاقة الهيرمت بورتو العذراء الناسك عندنا خمسة السيوف اذا حاولت ان تدخل في صدام مباشر هنا عندنا خمسة السيوف وقلك اذا حاولت تدخل في صدام مباشر مع هذا الشخص انت راح تضر نفسك وايضا شريكك لانه تشوف كأنما هني يقول لك نوع من انتو كلكم اعتبروا نفسكم كلكم قاعدين في غرفة واحدة لحد الان وان كانت فيه تغيير في المشاعر لحد الان كلكم قاعدين في غرفة واحدة او في بيت واحد اذا اطلقنا اذا اطلقت انت هنا نوع من التحركات او الردود عندك رد عندك اصابات راح تهدف على هذا الطرف راح يكون بمثابة الغاز اللي تطلقه في هذا البيت الغاز مثلا اللي يسيل الدموع الغاز اللي يستخدم فيه من اجل انه يشل الناس ويعميهم هاي نوع من الطاقة ما تقدر تأذي هذا الشخص لان لحد الان في بينهم احس امور قانونية متوقفة متعلقة امور اجتماعية متعلقة لحد الان في بينهم نوع من الرسمية امام الناس انه هنا في شيء خصطاقة امام الناس ستة الاخصان فما تقدر هذا مو سهم اللي عندك انت الحين تملك صح قلب هذا الشخص شريكك ولكن ما عندك لحد الان سهم توجه تجاه شخص معين له وهذا الطرف وتأذي فيه عندك غاز الغاز اذا اطلقته راح يصيب الابرياء انتو الاثنين وايضا راح يصيب هاي الشخص اللي هو اساسا يكون هدفك فلازم تفهم هذا الشيء انه راح يكون خسارة ولكن انت لك انت ايضا مع شريكك من اجل ذلك شان التاري قاعد يقولك هذا ليس الوقت المناسب من اجل المواجهة من اجل التهديث انتظر حتى يصير عندك على قولتهم هدف واضح امامك تحتاج مسدس تحتاج قوس تحتاج سهم تحتاج موقف معين اذا اخذت فيه نعم حركة تجاه هذا الطرف الثالث ما يقدر ولا باي طريقة انه يرجع يؤذي شريكك ويؤذيك لانه حاليا لحد الان فيه بينهم معاطفيا فيه بينهم نوع من الابناء من الحضانة من الناس المجتمع لحد الان فيه توقعات بحيث انه اذا دخلنا صدام مع هذا الشخص بسبب مشاكل لشريكك ولك انت بعد يمكن حتى فيه بينهم مشاكل مالية قضايا محاكم انه انت عنديك هني ملكة الارض وشريكك عنده خمس الخماسيات وراكن معكوسة اللي ابي افهمك ياهني خصوصا اذا كانت امور مالية وامور بخصوص في المحاكم اوكي ما لازم تسوي ولا شيء كل المطلوب منك في الفترة القادمة توفير الدعم كل التفاني اللي سويته قبل اللي حين قاعد تحصل تماره هذا هو المطلوب منك لا اكثر ولا اقل دعمك المعنوي دعمك النفسي دعمك الشخصي مو دعمك بالاموال او المواجهة او التحرك المباشر او عن طريق ان انت ايضا تروح تعين محامي ما اقولك ما راح تنجع مو هذه الفكرة الطاقة قاعدة تقولي راح يأتي نوع من الطشار او الشرار اللي يصيب ايضا اهني الشريك اوكي وان كان مؤقتا في الفترة القادمة عندك الهيرمت راح تضطر ان يكون في نوع من تمثل على الاقل تمثل ان انت مو موجود موجود في الصورة هذا اللي يقولي يا هني الهيرمت انه ان كنت موجود وعارف انك موجود بقوة في حياة شريكك محتاج ما تصدر على الاقل ردة تفعل تجاه الاستفزازات اللي راح تأتي من هذا الجانب من هذا الشخص اهني اوكي هلننتقل الى طاقة شريكك عند الاخطبوط الاخطبوط له دلالات وايد في كروت الطاقة الحيوانية اهني دلالته مشتت قاعد ينسحب تخيل من كل يد قاعد ينسحب احس انه في الفترة القادمة خصوصا الالتزامات دخل فيه التزامات كثيرة مع هذا الشخص او متوقع منه في مجتمعه بين اهله بين اصدقاء في مكان عمله انه يرضي هذا الشخص لحد الان متوقع منه لحد الان قاعدين يجرونه سواء يجرونه في محكمه يجرونه في مركز الشرطة يجرونه عن طريق انه يلومون الناس فيه لوم قاعد يصير على شريكك هنا شونه لازم تسوي الدعم المعنوي انت بمثابة الانكر اللي يسمونها المرساء قوي شون المرساء مرساء حجمها وايد اصغر من السفينة ولكن قادرة على تثبيت سفينة وباخرة هائلة الحجم لا تستهين هنا يقولك لا تستهين بدعمك النفسي دعمك النفسي اوهو موطن قوتك اللي راح تقدر تقلب فيه السحر على الساحر اللي راح تقدر تشجع شريكك على الانتصار شريكك حاليا على الطريق الصحيح خصوصا ماديا وان كانت حاليا تحس ان الامور معقدة متى راح ينفصل اشنون راح يرتب اموره لا تحاتي الكرودي هنا قاعدة تقولي قدامي لا تحاتي لا تقلق اذا انت قلقت شريكك راح يتأذى اذا انت قلقت او بتديت تخاف او بتديت تحاتي علاقتك مع الشريك راح تتأذى ثباتك النفسي المادي بجميع نواحيك ثباتك اتزانك وهو اللي راح يساعد شريكك اذا فعلا انت بتساعده مو المساعدة المباشرة تعال خلني ادفع عنك فلوس تعال خلني اوكلك محامي مو هذا المطلوب منك عشرة السيوف ولكن هذا الكرت ايضا طلع مقلوب قلت لك شريكك انتهى من هذا الشخص نفسيا عاطفيا بينه وبين نفسه خلاص قرر ولكن لحد الان في نوع من الانتانجلمنت في امور عالقة ما يقدر بس ينسحب منها تخص الاهل تخص المجتمع مثل ما قلت لك فهاي الامور والاستفزازات على وشك انه تنتهي ولكن مش لحد الان الامور المادية راح تتحسن عن شريكك في الفترة القادمة احس هذا الشخص حاول من احد اساليبه وتكتيكاته انه ايضا يستنزف شريكك ماديا او يستحوذ عليه ماديا يمسكه من اليد اللي تعوره يمكن ان هذا الشخص متمكن ماديا اكثر او كتب عقد الزواج كتب عقد الشراكة عقد العمل بطريقة مع شريكك بحث ان شريكك يكون مقيد الاخطبوط على كثر ايادي احس انه مقيد ولكن الاخطبوط جدا ذكي انت لا تستهين بشريكك لا تستهين فيه لان على وشك شفتوا التجربه اللي يحطون الاخطبوط داخل قنينة ويغلقون عليه يغلقون عليه يلفون القنينة كذا مرة ولكن الاخطبوط يوجد طريق عشان يفتح على نفسه يقعد يلفها يلفها لما يطلع لا تستهين من الحيوانات جدا ذكية نعم غلط اجتماعيا ذكي خصوصا في العمل والاموال لا تستهين فيه على وشك ان يغير حياتي لان هذا الكرت لو كانت ذي بكون عندي شي اقلق منه ولكن طلع معكوس يعني راح يقدر يرجع نفسه افضل من السابق وحتى لو كان يقعد معك ويشتكيلك لا تساعده ماديا اعتنب نفسك انت ماديا قهوة بروحه راح يتمكن ان يرجع نفسه افضل بكثير من السابق وايد راح يصير وضع المادي زين اربعة السيوف تقولك ان اهوة وان كان بصعوبة ولكن راح يحصل نوع من الحصانة ونوع من الانتصار بين الناس انتصار على انتصار على هذا الشخص انتصار في المحكمة انتصار عرفت هاي نوع من الانتصارات خصوصا اذا انت فهمت شريكك انه مهم جدا انه حتى اهوة ما يصدر ردة فعل تجاه هذا الشخص يقولك حتى الحيوانات في الغابة اهني عندنا مفترس حتى الحيوانات في الغابة نادرا ما تهاجم اه الشخص اللي يمثل انه ميت خصوصا اذا ما كانت جائعة فاهمة لما هني هذا الطرف الثالث ما يقدر يستفز منك ومن شريكك ردة فعل وهو بروحها رح ييأس ويستسلم ويتملل الالم اللي يريد او التفرقة اللي يريد او ناوي ان يسويها بينكم هني رح ترجع وتعظى وهو مو انتو رح يرجع الاذى للشخص اللي يتسبب بالاذى وهو هذا الطرف الثالث يحاول انه يتلاعب عندنا هني الساحر هذا من اكثر الكارتات اللي تكررت عندنا في قراءات العلاقة الثلاثية لحد الان بعض القراءات كان التلاعب كان ضروري للابراج انهم يستخدمون نفسهم طاقة التلاعب من اجل حماية نفسهم عندهم هني التلاعب طالع عند الطرف الثالث احسى مو تلاعب كثر ما طاقة يمسكها من اليد اللي تعورها يمسكها كذا اسلوب اول شي بالخماسي عن طريق الالتزامات المادية يصعب عليه المادة يصعب عليه يطالبه بالمزيد من الاموال الغصن لان الساحر عنده كذا مجموعة الغصن اشلون يستفد شريكك بالغصن عن طريق انه يكون فيه الكثير من الدعاوي والدعوات الكثير من تعال سو تذي ما قمت بالعمل بالطريقة الصحيحة اوكي الطلبات هذه القصن الماء اوكي طاقة التلاعب نتلاعب بالناس اشلون طاقة الماء نحسسهم انه لحد الان نحبهم انه لحد الان فيه نوع من الرابط بيننا والسيف اخر شي الكلام اللي يقوله بين الناس وهني عندنا هذا الكرت ستة الاقصان دائما اقول لكم المتوج امام الناس من اخطر الاساليب عشان تذي اقول لك السكوت في الفترة القادمة رح يكون اثمن من الذهب واغلما من الذهب لك ولشريكك لانه لما نرجع هني حق طاقة السيف وتشوف اكثر الوايد كرتات هني عندكم فيها السيوف اللي رح يقسم ظهر البعير مو عن طريق الاموال او الاغصان او الماء عن طريق السيف لان اكثر شيئه هو قاعد يتمكن مننا طاقة السيف طاقة اللي امام الناس يتكلم عن شريكك يحرجه امام اهله في مكان العمل امام الاصدقاء امام الناس ويحرص انه يكون فيه الكثير من الجماهير الكثير من الناس الحاضرين ويسوي موقف جدا محرج فجدا مهم نرجع للنقطة اللي انا قلتلك اياها شلون يقدر يحرج شخص ما قاعد يعطيه ردة فعل رح يحاول مرة ومرتين ثلاثة وعندنا هني ثلاثة ثلاثة السيوف رح يحاول كذا مرة ولكن بعد ما يعرف ويؤمن انه ما يقدر يستفز لا منك ولا من الشريك ردة فعل اوكي اهني رح يستسلم بروحة اهني رح يكون استسلام للخصم اعيد وكرر اخذوا الجانب اللي تحسونه من القراءة اللي يناسبكم ممكن في ناس مو من برج الجوزاء يايين طالعون قراءة برج الجوزاء ممكن هذا الجانب هو اللي يناسبهم فاعكسوا القراءة اللي يناسب وضعكم مع الشريك ولكن ضروري جدا انبهكم ان شريككم خصوصا ماديا على وشك انه يغير وضعه جدا للأفضل عاطفيا لحد الان انت المرساة انت اللي موطن القوة لشريكك انت اللي تقدر اتعقله اتفهمه اتوعيه ان دا ما تصدر منك ردة فعل لانه تشوف هناك محاولات استفزاز وهذا الشخص هادئ ويتأمل دام انه ما في ردة فعل دام انه ما في تفاعل مو رح تظل اشتركوا في القناة